عن رأيه في الكلاسيكو سنكلم أكثر مع ميجيل جاموندي المدير الفني الارجنطيلي طبعا واللي يمكن كان تولى قيادة فنية لواحد من أكبر فرق الأفريقية الوداد البيضاوي المغربي سينيور ميجيل طبعا بداية بشكرك على وجودك معنا وبرحب بك على شاشة النادي الأهلي شكرا جزيلا بلغ سروري التواجد معكم على قناة النادي الأهلي خليني أسألك في البداية بعد متابعتك للكلاسيكو النهاردة كلاسيكو الأرض زي ما بيسموه بين البارسا وبين ريال مدريد إزاي تابعت المستوى اللي قدمه الفرقتين وهل بتتفق معاين دي نسخة باحتة من المواجهات اللي يمكن كانت الكرة الأرضية كلها بتستنيها نعم بالطبع تابعت المباراة وحتى أنا متأكد أن الجميع يعلم أن هذا الكلاسيكو هو أفضل كلاسيكو في العالم لكن الآن بدون كريستيان رونالد وميسي هو أقل بكثير مما كان في السابق تراجعت قوة الدوري الأسباني وأيضا تراجع مستوى الكبيرين سواء الريال حتى رغم فوزه النهاردة تحت قيادة أنشلوتي والبرسا تحت قيادة كومان من وجهة نظرك إيه هي أهم الأسباب؟ وهل شايف أنه في خطوات إذا تخذت من الممكن أن يكون في تصحيح مصار؟ بالطبع في رأيي أن الدوري الأسباني تراجع كثيرا مؤخرا أعتقد أن الدور الأسباني كان يحظى بلعبين كبار حول العالم ولكن الآن المستوى قل قليلا عما كان من قبل لدينا الآن مستويات متقاربة بعد خروق كريسيانورالدو وميسي لدينا أتلتكو مدريد وإشبيلية لدينا فرق تنافس الفرق الكبير الآن ولكن ليس لدينا دربي حقيقي كما كان من قبل لنجد الآن الدربيات موجودة دربي في فرنسا بين مارسيليا وباريس سان جرمان تجد ميسي ونيمار وتجد لاعبي ريال مادريد وبرشلونا في دربيات أخرى لاعبين كبار لكن ليسوا بنفس التأثير الذي كان في برشلونا وريال مادريد يمكن الأكثر معاناة هو برشلونا اللي كان يمكن متسيد الكرة العالمية في العشر السنين الأخيرة سواء على مستوى الليجة الأسبانية أو على مستوى حتى المنافسات الأوروبية من وجهة نظرك ورغم امتلاكه حتى بعد رحيل ميسي لأسماء من العرى التقيية يعني ما حدش يقدر ينكر أنه كوتينيو منفس دي باي أنسو فاتي بيكي تيرش تيجن لانجلي كلهم لعيبة من المستوى الأول لعيبة من نجوم كبار ورغم كده الحقيقة برشلونا يعاني بشكل كبير هل الموضوع فقط مرتبط برحيل ميسي ولا بترى كمان أنه كومن كان ليه تأثير سلبي على مشوار البارسا أعتقد ليس فقط رحيل ميسي برشلونا يعاني منذ فترة برشلونا أصبح متأخرا في السنوات الثلاثة الأخيرة الأمر ليس متوقفا على ميسي وحده نعم ميسي لا يمكن أن يعود ولكن تستطيع إحضار لاعبين جيدين لاعبين يستطيع أن يعيدوا الأنجاد مرة ثانية ولكن أعتقد في ري أن رحيل ميسي هو كان آخر سبب فيما وصل إليه برشلونا الأمر أكبر من ذلك ربما في المستقبل يستطيع أن يحسنوا قليلا لكن لن يعود برشلونا كما كان في سابق عهده من أقوى الفرقة في أوروبا من وجهة نظر ميجيل جاموندي من الفرقة المرشحة على الأقل أنها تحقق علاقة بالشامبيونز ليج من وجهة نظرك الآن أعتقد في إنجلترا لدينا ليفر بول فريق قوي جدا هو أقوى فريق حاليا وباريس سان جرمان أيضا يضم كوكب من النجوم لكن حتى الآن لا يؤدي الأداء المطلوب اللائق بهؤلاء اللاعبين وأيضا بالطبع باير ني ميونيشن أو باير ني ميونيخ هو نادي قوي جدا وأعتقد أن الأمر بين ليفر بول وباير ني ميونيخ في هذه الفترة الحالية ربما ريال مادريد بريد سان جرمان لكن منشستر سيتي ربما أربع خمس أنديا لكن الأمر ينحصر بين ليفر بول وباير ني ميونيخ ومناسبة كلامك عن ليفر بول وفي الوقت يمكن أن تتكلمنا فيه مواجهة كبرى واحد من الدربيات اللي يمكن العالم كله كمان بيتباحها النهاردة مواجهة بداية بين اليونيتد وبين ليفر بول بين محمد صلاح وبين كريستيانو رونالدو بالحقيقة يمكن صلاح هونفاير زي ما بيقولوا كده متقلق بشكل كبير مسجل هاتريك والليفر بول متقدم من نتيجة 5-0 في المباراة لأي مدى بتشوف فرص ليفر بول بشكل عام في تحقيق الألقاب سواء بريمير ليج أو شامبيونز ليج وانت يمكن حطيتهم الفرع المصنفة ومن وجهة نظرك برضو فرصتك في حصول محمد صلاح أو وجهة نظرك في حصول محمد صلاح على أفضل لعب في العالم أعتقد في رأيي الشخصي ليفر بول يستطيع أن يحظى أن يفوز بكل البطلات أعتقد أن لديه كل المقاومات والآن أصبح فريق قوي جدا هو الأقوى على مستوى العالم بمشاركة قليلا مع باير ميونيخ وأعتقد أنهما أفضل وأقوى فريقين الآن وأرشح ليفر بول أن يفوز بدور الأبطال ودور الإنجليزي بالطبع وأعتقد أنه قادر على حصد المزيد من الألقاب والفوز بالمزيد من المباريات خلينا نروح للجزء الثاني من السؤال أربع أسماء يمكن هي المسلط عليها الأضواء بشكل كبير فيما يتعلق بلقب الأفضل في العالم سواء البالوندور أو سواء دبست بحكم العادة كريستيان رونالدو وليوني الميسي بحكم أننا تعودنا على الإسمين دول يكونوا مفروضين يكونوا موجودين علينا في أي اختيار وأيضا أصوات كثيرة جدا بتشوف أنه النجم المصري محمد صلاح يستحق وخصوصا بعد المستوى المبهر اللي بيقدمه الموسم الحالي أنه يكون بينفس بقوة كبيرة جدا على اللقب وأصوات تانية كمان بترى أنه كريم بنزيمة النجم الفرنسي يستحق أنه ياخد فرصة المنافسة على لقب الأفضل في العالم من وجهة نظر ميجيل جاموندي مين هو أفضل لعب في العالم حتى الآن من وجهة نظري لا يوجد أدنى شك لدي أنه محمد صلاح بالطبع تتحدث عن لاعب لديه ثبات في المستوى لاعب يتطور عاما بعد آخر هو صلاح ومن بعده لفاندوفسكي هما أفضل لعبين الآن ميسي ورونالدو بالطبع لعبان كبار لكن ليس هذا رونالدو كما كان في السابق وكذلك ميسي أعتقد أعتقد أنه لا يؤديان كما كان منذ عدة سنوات من قبل صلاح وليفاندوفسكي الآن أفضل لعبان على مستوى العالم هل تتوقع لميسي استمراره في مشواره النجح مع PSG وإيه ممكن تكون نصحتك لي وهل كنت متفق أساسا مع قرار انتقاله للفريل الفرنسي ولا لا لا بالطبع لم أفضل أبدا أن ينتقل لباريس سان جرمان أنا أتفق أن باريس سان جرمان فريق جيد جدا لكن لا يريق بميسي أعتقد أنه كان الأفضل أن يذهب إلى منشستر سيتي أعتقد أن ميسي كان سيؤدي بشكل أفضل وتميز في البريمير ليغ في منشستر سيتي عما هو الحال عليه الآن في باريس سان جرمان في الدور الفرنسي أعتقد إذا رأيت كوكبة من النجوم في باريس سان جرمان كنيمار واندبي وفيراتي وهذه كوكبة لم تلمع ولم تتميز في أوروبا حتى الآن رغم أن لديها أسماء كبيرة جدا فبالنسبة لي ميسي كان يجب أن ينتقل لدوري أفضل ودوري آخر غير الدور الفرنسي ربما عامل السن ربما مشاكل مالية لكن ميسي كان يستحق أن يكون في مستوى أعلى بكثير مما هو عليه الآن هسيب معك الكرة الأوروبية واتنقل معك الكرة الأفريقية وانت يمكن صاحب مشوار فيها مع طبعا واحد من أبطال القرى واحد من الفرق القوية جدا والمرشح دايما للمنافسة على كل البطولات وهو الوداد المغربي إزاي شفت بداية قدرة النادي الأهلي على تحقيق آخر لقبين على مستوى البطولة الأكبر والأقوى طبعا على مستوى القرى بطولة دوري الأبطال شكرا جزيلا على كلماتك اللطيفة وأعتقد أن الأهلي كان هو المرشح الأبرز في العامين السابقين وأعتقد أن الأهلي إذا استمر في الفوز هكذا وإذا وصل للنهائي سيكون هو المرشح الأبرز للفوز بالنسخة الحالية إذا رأيت في أفريقيا الآن لا يوجد فرق بنفس القوة ويوجد فرق قوية بالفعل غادرت كاسينبا تنزاني وتيبي مازينبي ولكن الآن لديك الترقي التونسي والوداد كازابلانكا والرقاء هذه هي الفرق التي تستطيع أن تنافس الأهلي وستكون معترك قوي للأهلي قبل النهائي سينيور جاموندي بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا ده طبعا كانت مكلمتنا ومداخلتنا مع ميجيل جاموندي المدير الفني السابق طبعا للوداد البيضاوي حتى اللحظة خلينا أقول للناس اللي مش متابعة أنه الليفر متقدم بنتيجة 5-0 نجمنا المصري محمد صلاح حاترك وفي الثواني الأخيرة يمكن بول بوك بطبعا نجم من يونيتد اترد من المباراة ده معناه أنه سيطرة ليفر بول على المباراة هتكون أقوى وبالتالي إن شاء الله فرص صلاح كمان في زيادة رصيده من الأداف كده هو فرق الحقيقة مش بس عشر مباراة متتالية بيسجل فيها لكن كمان هو بينفرد بصدارة ترتيب الهدفين في المسخة الحالية أو في الموسم الحالي هو أول واحد من لعيبة ليفر بول على مدار التاريخ كله أو دوري الإنجليزي كله يسجل هاترك في منشستر يونيتد على ملعب أول ترافورد رقم جديد بيضاف طبعا لسجل نجمنا المصري حاجة تفلح الحقيقة